من بيروت ينضم إلينا طوني أبي نجم المحلل السياسي سيد طوني الحديث عن تشكيل الحكومة هل يمكن بالفعل أن تتشكل الحكومة كما ذكر وزير المالية أنه بات وشيكا أم مازالت دائرة المشاورات مستمرة؟ عمليا يمكن أن نقول أن الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى من التشكيل ما يؤخر ببضع ساعات إضافية ولدت الحكومة هي عملية الصراع ما بين الوزير جبران باسيل والوزير السابق سليمان فرنجي في محاولة منعرف 22 طن طمحين لرئاسة الجمهورية في محاولة من باسيل لتكبير حجمه وفي محاولة من فرنجي لتصغير حجم باسيل إنما الحكومة ستولد خلال الساعات المقبلة 24-48 ساعة لا يفترض أن تأخذ أكثر من ذلك عمليا وهي بكل أسف حكومة محاصصة فجة ووقحة يعني سيدة الكريمة لبنان في قلب الانهيار المالي والاقتصادي سمعنا كل الصراع حول تشكيل الحكومة في المرحلة الماضية يتم حول الحصص يعني عدد الوزرات والحقائب لمن تعود ولم نسمع أي حديث عن أي برنامج إذن ليست حكومة اختصاصيين كما ذكر سيد حسن خليل عبد الله سيدة الكريمة هي حكومة أتباع هي حكومة موظفين وهي حكومة حزب الله حتما ويمكن أن نقول أكثر هي حكومة شراكة مبين حزب الله وأيضا بداية عودة للنظام السوري من خلال بعض وجوهه لا ننسى أن وراء الرئيس المكلف يقف اللواء جميل السيد الذي هو الحليف اللصيك والتابع لبشار الأسد وبالتالي هي حكومة شراكة مبين حزب الله وإيران من جهة ومبين بشار الأسد من جهة أخرى وهذه الحكومة لا تدوم ليس فقط اقتصاصيين يعني ليسوا من أصحاب الباع في التعاطي في الشأن العام وهم حتما ليسوا مستقلين وليسوا تكنقراط وبالتالي إنها حكومة الغرق في الانهيار الكبير الشارع ورأي الشارع يلعب دور كبير في هذه المرحلة يعني الحراك الشعبي هو طرف مهم من أطرف المعادلة كيف ترى أو تتوقع أن يكون أو تكون ردة فعل الشارع على هذه الحكومة أعتقد أن ردة فعل الشارع ستكون عنيفة جدا لأن هذه الحكومة تمثل حزب الله بشكل مباشر وأن تأتي مثل هذه الحكومة بعد أكثر من يعني بعد حوالي مائة يوم على انطلاق ثورة 17-20 فهذا يشق القمة في الاستهزاء بإرادة اللبنانيين وبالتالي أعتقد أننا سنكون أمام ساعات وأيام عصيبة رأينا كيف بدأت الأمور تخرج عن السيطرة في عدد من المناطق وأخشى ما أخشى أن نذهب يعني لا سمح الله إلى نوع من الفتنة الداخلية في حال أصروا على التحدي اللبنانيين باستيلات حكومة تشبه وجوههم الصوداء بكل أسف إذن من بيروت توني أبي نجم المحلل السياسي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر